السنة اللي فاتت كادش موجودة قبل كده يعني بالنسبة اللايحة القديمة في سنة أولى مادة بالاسم ده المادة موجود فيها أنا دكتور محمد فاتحي ومعايا الدكتور أحمد حسن إن شاء الله بإذن الله أنا هبدأ معكم الأول أنا اسمي دكتور محمد فاتحي مدرس لعالات الكهربية ونظم التحريك بكلية الهندسة بشوبرة بعد كده إن شاء الله وبعد المنتر ما هيبدأ يستكمل معاكم الجزء الآخر من الكورس الدكتور أحمد حسن وده زميل فاطح المادة إن شاء الله من المواد البسيطة والسهلة ونتمنى إنها تضيف لك شيء زي ما أنا بيما إنها جديدة فعايزين نحاول إن نضيف من خلالها شيء جديد لك في نفس الوقت مش عايزين المادة تمثل عبء أو سيقل على جميع الطالبة الآن طبعا المواد الإنسانيات تحديدا من المواد المفروض إنها بتبقى بالنسبة للطالب في المتناول الصوت مازال كويس كويس يا دكتور كويس يا دكتور تمام يا دكتور تمام يا دكتور ماشا يا شباب يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا أخي خمسة خمسة مايك مفتوح مايك للتسجيل بتبقى فيه مشاكل بعد نهاية المحاضرة المشكلة فيه واحد بس بس بيسجل بيعافش بيبعادها البايد بايد ضفحة يعني فأنت حياتك لو احتلنا على الإيه المنج هيبقى سهل لنا كلنا أيوة ده هيبقى مرتبط بإيه مرتبط بإن تيمز يسجل الحاجة بشكل مزبوط لكن بعض الزملاء ويمكن أنا برضو خلال الأسبوع اللي فات في مهاد أخرى صدفتنا مشاكل في التسجيل أحيانا نعم أحسن جودة هتبقى عند حالتك مش قصة جودة القصة الملف نفسه أحيانا ما بنعصرش عليه وأحيانا بتبقى فيه مشكلة فيه لأنه ما زال موضوع التعليم الإلكتروني هنا ما زال لسه فيه شوية لخبطة شوية يمكن فضل ممكن حضرنا تستخدم برنامج كامتاز يعني البرنامج مدفوع ونزله كراك تقدر تسجل به بأعلى جودة وكل حاجة طيب انت تقدر تعمل ده من عندك مش كده مع الأسف أنا حاليا شغال ببق الموبايل والبرنامج لللابتوب بس دلوقت عشان أنا نزل البرنامج احنا بنشتغل بدايةا مش على اللاب الشخصي خلاص يعني دي قعات خاصة بالبس للكل فعشان أشتغل على الكمبيوتر ونزل عليه برامج مختلفة أنا ممكن المرة الجاية ما اشتغلش من نفس القاعة ممكن ينزل يا دكتور على أي فلاشة خارجية نعم ممكن حضرتك تنزله على أي فلاشة خارجية ومع أي قاعة تشتغل فيها ممكن تحط الفلاشة على الجهازة هادي وتشتغل من نعم نشوف الكلام ده بس بس بدايةا يعني حاول انت تسجل خلاص لحد ما نشوف نهو يدرنا نصبطها وعملها لك أنا ما ديش مشكلة لحد تسجل يعني مسلا دكترة تانية نسجله وغبه وجبناها عادي فحضرتك برضه تسجلها من عندك أنا كده كده فاتح التسجيل للوقت أصلا خلاص تمام أنا فاتح تسجيل لك فأنا ما فيش مشكلة بس أنا بقولك ده ضمانا لأن لأن إحنا جربنا قبل كده كان بيبقى كي مشكلة طيب يا جماعة اي حد عنده القواتي كويسة يسجل مع الدكتور دكتور حضرتك قريبا مش تسجل مش تسجل مش تسجل لأ زاهر 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 فوق زاهر دي مال ماشا ماشا يا جماعة لو حد عنده الجهودة كويسة ممكن يسجل برضه احتياطي مع الدكتور خلين بس الاول عشان انظم الدنيا شوية هناخد اسمائي الكوردنيتورز عشان دول هنسمحلوهم بالطوار ونقدر ناخد منهم الكومنتات ويحكموا عملية التواصل مع بعض الطلبة لانه حرق صعب جدا لانه مع حضرتك يا دكتور انا ويوسف مطر من دبين الدفعة مع حضرتك كريم ويوسف مطر من دبين الدفعة هستغذبت اسمائهم كريم حسن عبد الفتاح ويوسف محمد مطر حسن 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 ايه 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 مضبوط يا دكتور طيب جميل بالنسبة لي مقرر بالنسبة لمقرر الإنسانيات احنا طبعا الموضوعات اللي هنقش هتبقى متعلقة به الالكتريكال سيفتي والريسك مانيجمنت الامان الكهرابي وإدارة المخاطر يمكن مواد الإنسانيات تحديدا بالنسبة لقسم القوى على مدار السنوات المختلفة سواء تانية او تالتة او رابعة طبعا زي ما قلت لكت موجودة مواد الإنسانيات في الفرقة الأخرى يمكن اضيفة المرادة للفرقة الأولى بالنسبة اللايحة الجديدة لكن اللايحة القديمة كانت أولى ما فيهاش المادة دي النظام المتابع في المعاد هنا انه يتم تدريس المادة بالعرج ده ده اللي موجود في اللايحة فاحنا هنحاول نمشي على نفس النسق عشان ما نشيزش عن القاعدة اللي موجودة المادة زي ما قلنا بعنوان الامان الكهرابي ودارة المخاطر الكود بتاعها هيومينيتز مية اتنين وثلاثين طيب الريفرونسيز اللي المفروض هنتعامل معاها يمكن فيه عندنا مجموعة من المراجع كلها متعلقة بالسيفتي زي ما قلنا فيه عندنا سيفتي بيزيكس او ما يسمى بيه اساسيات السلامة وده عبارة عن دليل طبعا عملها مؤسسة اسمها مؤسس كوبر بوزمان وده عبارة عن شركة امريكية خاصة بانتاج زي السيركت بريكرز زي الفيوز وخلافه فيه عندنا برضو هاند بوك تاني خاص بالالكتريكال سيفتي بناشئ او عملاه الالكتريكال سيفتي او هيئة السلامة الكندية وفيه عندنا طبعا اه بعض الشركات الاخرى زي الشركة الامريكية تفضل هو انت حضرتك غيرت اول صفحة او لا نعم يعني انت حضرتك دلوقتي في صفحة رقم كام في البر بوينش صفحة رقم كام لا احنا لسه عندنا صورة واضحة رقم واحد او كده تمام او كده تغير الصفحة الوحدة او كده تمام احنا قلنا الرفرنسز او المراجع اللي هنتعال معها هي كلها عبارة عن مجموعة من الهاند بوكس او مجموعة من كتيبات او 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 انا دلوقتي صورتك انت اللي ظاهرة عندي مش البار بوينت انا صورتي الظاهرة عندك مش البار بوينت او طب كله عنده نفس الكومنت مش هادوكتور في تحت جا عندك تكعب اي فعط تقولك الصورة والفيديا او ماشي كده تمام يا دكتور زاري صفحة الرفرنسز او ممكن تلغير كاميرا خالص كده كويس كده او تمام يا دكتور بس انا دكتور انا برضو كمي بزنك دكتور او صفحة رقم واحد ازاي احنا موجودين في صفحة اثنين دلوقتي بزها اعبد الرفرنسز Still بزها كانتered صرفة من عندك موجود تجد من اين يمكن تغير الصرفة من عندك من اين يمكن تغير الصرفة لكن يعني مش ظاهر لحاجة بس يعني حتى مزاهر لصورة الشخصية بتاعت حضرتك أنا مش ظاهر لحاجة خالص على الصورة الشخصية أنا قفلت الكاميرا أصلا أنا كده قفل الكاميرا مفروض ما فيش صورة شخصية أنا بقى مزاهر لحاجة من أول المحاضرة من أول محاضرتك التديت لشفت باور بوينت ولا حاجة طب حاول تخرج وتدخل تانية مش موانس تمام حاضر خلاص كده يا رجالة احنا قلنا دلوقتي في عندنا مجموعة من المراجع تمام كده معظمها عبارة عن دليل السلامة بعض الشركات الكبيرة عملاها زي مثلا شركة دي عبارة عن شركة أمريكية وبرضو شركة كوبر بوزمان دي شركات خاصة بإنتاج السيركيب بريكرز والفيوز والبرتكتف دبيسيز فانطلع مجموعة من الكتابات الخاصة بالسلامة المفروض ان احنا بنتطلع عليها في برضو هيئة السلامة الكندية عاملة كتاب زي ما قلت في الاول المادة المفروض هتدرس بالعربي فاحنا المحاضرات هتبقى الاساس بالنسبة لنا في عندنا كتاب كمان جميل جدا اسمه دليل السلامة المهنية في مجال الكهرباء ده صادر عن الاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزيعي الكهرباء تمام الرفرنسيز دي كلها ان شاء الله هارفع حالك انا على الايلير دكتور اما ما فيش سلايات زبانة يعني ايه ما فيش سلايات زبانة فيش سلايات زبانة قدامة ايه يا دكتور عندنا كمان ما فيش جاورس عن دكتور ما ما فيش سلايات زبانة ولأ ولأ عندنا كمان ما فيش سلايات زبانة شي اللي جايبولية عندنا زرر يا دكتور الفي بعاح جود пنت انا قد طجد عاني عندنا زرر يا دكتور قال ان Antel lost الزراير بالله ثانية يا اوه طرح 산بقى دكتور ممكن تعمل ضد ما تفتح الفي تفتح الفي ما عند حوركك انت وتعمل Barely screen كين? دكتور ريال. يا دكتور. شغال كويس. شغال كويس دلوقتي. شير سكرين للديسكوتوب وافتح البيدي اف من الديسكوتوب. كي ده كويس? اه اه. اه اه. تمام. تمام. كيف? كيف? يا دكتور. كبر الصورة شوة دكتور بصو على شو. نتكبر اي صورة يا دي. لا بتاعت البيدي اف. الصورة كبيرة مش مش مانجرش انتقرها عن كده. حترتك شوك. كان شغال كويس. كان شغال كويس في الاول. الوقت اللي هو البيدي اف وششاشة. ايه الصورة راحدة دكتور. يعمل كنترول واعدين يعمل بالموس يعني كده عمل شير لسكرين. المفروض ان الاسكرين هي اللي ادامة. قلنا دي مجموعة من المراجع المتعلقة بالمادة. المراجع دي ان شاء الله بإذن الله هرفعها لك انا على الايلير. زي ما قلت المحاضرات هتبقى عبارة عن اجزاء من المراجع المختلفة دي. هنعتمد دي ممكن بشكل كبير على المرجع رقم خمسة. اللي هو يعتبر دليل السلامة المهنية الخاص بمجال الكهرباء الصدر عن الانتحاد العرب زي ما قلنا لمنتجي ونوكلي وموزيع الكهرباء. ده زي ما قلت هرفعه لك وارفع لك كل المراجع دي على الايلير ان شاء الله النهاردة. طيب. بالنسبة لي العملية التقييم بقى. احنا المادة زي ما انت عارف. المفروض انها عبارة عن خمسة وسبعين درجة. ده زي ما موجود في اللاقية. الخمسة وسبعين درجة دول مقسمين على النحو اللي موجود قدامنا دلوقتي في دي. ففي عندنا خمسين درجة. ده تقريبا بيمثل حوالي ستة وستين في المية تقريبا. وفي عندنا متر محوالي اتماشر درجة. وفي عندنا كويس وان وكيس وكيس تو. المفروض انهم خمس درجات لكل منه. بالاضافة للأتندنس. الاول والكويس التاني هيبوا في الغالب اونلاين. بنفس النمط. اللي انت يمكن تكون مرارتي بيه قبل كده. كويس واحد في الغالب هنعمله ممكن في الاسبوع الخامس او السادس. اه كويس اتنين ده هيبقى بعد الميت ترم فممكن يبقى في الاسبوع الحدواشر. ده بالنسبة لي. قبل الميت ترم هيبقى اونلاين? الميت ترم ده هيبقى قرار معهد. الميت ترم ده هيبقى قرار معهد فاحنا لسه منتظرين هم هيعملوا ايه? لان المعهد بيتدخل في امتحان الميت ترم وامتحان الفايل. لكن الكويس واحد في ساكاشن للمددية? اتفاضل يا باشوانس. بالنسبة للاتندنس. ممم. ما في ساكاشن للمدد. حتنزن هنا هيبقى عما كشوف تيم بيتغد من حياتك ازاي ولا? المفوض انه على الاتين بيجيب لي بيضيني فايل باسماء الناس اللي داخلت ودخلت امتى وخرجت امتى? طب انا مسلا لو انت حصل عندي مسلا وحصل مشكلة ودخلت تاني يعني فيهاش مشكلة? مفيش مشكلة طالما انت تواجدت في جزء من المحاضر انا بعتبرك حاضر. تمام. نعم. وما فيهش ساكاشن صح? لا المدد مفيش ساكاشن. الغيابة على المحاضرة بس. الغيابة على حضور المحاضرة فقط. فيت ساكاشن نعم. هيبقى لها كتاب المدد? حضرتك بولك المدد فيها كتاب. لا ما انا بقولك المدد فيه ريفرونس اذا انا هرفعهم لك زي ما قلنا على الإيلير. وفيه محاضرات انت هتاخدها. ما فيش كتاب هنزلو انا. طب وحضرتك يا دكتور الباربو انت اللي انت هلشغال منه ده هترفعه لنا حضرتك? هرفعه لكو برضو ان شاء الله اه. دكتور دكتور معلش مسلا الريفرنس بيبقى بيبقى في كتير ببقى في حوالي ما حواليك جعل في صفحة ممكن. فاحنا عاوزين حاجة ولا ايه لانت منها. الاساس بالنسبة لنا المحاضرة. اللي هو حضرتك بتشرح اللي دلوقتي? اللي انا هشرح لك منه ولا انا هرفع حولك. تمام? المراجع اللي موجودة دي لو انت عايز تاخد معلومات زيادة. دي حاجة لك انت. لكن في نهاية لما همتقنك همتقنك في اللي انا قلتولك في المحاضرة فقط. تمام? طيب انا اشوف حضرتك اللي انت بحعده النهاردة دوات ميتين واربع وسبعين صفحة. نعم. اللي حضرتك بشغاله. لا 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 ده لسه لسه اللي سلايدز دي بتتعدل. تمام. يعني مش دي مش فايل. ما تتخدش من الاعمال ممكن تلاقيها صفحات فاضية فيها صفحات فاضية كتير. يعني ده فايل كان موجود خاص بمادة تانية باعدل فيها عشان اجهز لك المحاضرات يعني اول باول. يعني ما فيش ما فيش سلايدز جاهزة يعني. تمام مصاعدة يعني. ما يماشي للعدد. لان في الاخر ان شاء الله بيزن الله هتلاقي الكمل السلايدز المرتبط بكل محاضرة يتوافق معها مش حالة كبيرة يعني. تمام. ما تحويش تسبع الاحداث. تمام. خلاص كده. خضرتك دكتر ترفع الاليرنج. اه قلنا ان شاء الله هنرفع لك المحاضرة اه اه على الاليرن وهنرفع الرفرنسيز كمان على الاليرن. تمام مش شكرا يا دكتر. طيب. التوبكس او الموضوعات اللي موجودة فيه دليل السلامة اللي احنا كنا لسا بنتكلم عنه والمرجل احنا بنتكلم عنه. المفروض دي موضوعات. بنتكلم فيها عن ايه المقصود اصلا بيه السلامة المهنية والامن الصناعي. دور الادارة في الامن الصناعي. ايه اهداف عملية السلامة ايه بالزبط. دور اللي جان بتاعت الامن الصناعي. وبعدين الاهم بقى عندنا هنبدأ نتكلم على اخطار الاعمال الكهربائية. والوقاية منها. وتأثير الطيارة الكهربائي على جسم الانسان. والحدود الخاصة بالطيارة الكهربائية. لان الطيارة الكهربائية طبعا هنعرف انه بيأثر على الانسان. اه تأثيرات مختلفة اكوردنج لي اه قيمة الكاران او قيمة الامبير اللي ممكن يمر جوه جسم الانسان. هنتكلم عن الخطوط الخاصة بالهاي فولتج. والحرم الخاص بيها. وهنتكلم عن الارثينج. الحاجات دي طبعا انت يمكن ما درستش لسه اي حاجة خلص لان المادة لسه في اولى. فهتلاقيني برضو هبدأ احطي لك شوية حاجات متعلقة بالاساسيات. تعرفك يعني ايه دايرة كهربية يعني ايه آآ كوندكتور ايه المواد المستخدمة. ازاي اقدرها عمل سيليكشن لكيبل. هنتدى نتكلم في بعض الاساسيات كده المتعلقة بالتركيبات اللي ممكن كتير منه هو بيبدأ يحاول ينفزها دلوقتي ممكن ينفزها غلط فبالتالي تعرضه للكثير من الاخطار. يمكن زي ما انت شايف كده قلنا الدليل بيكلم عن حاجات كثيرة جدا ممكن نتعامل معاها في المواقع او المصانع. واخطارها آآ على الانسان. دي موضوعات يمكن هنقني منها موضوعات معينة مش مش كلها بضرها التغطى خلال المحتوى. خلاص? بداية. دكتور لو سمحت. اتفضل. معلش بس اسف على مواطة حضرتك بس. الفون بتاعي فزل ففتح من فون الشاشة بتاعته صغير. فحضرتك ممكن تعمل زوم بس كده للصفحة اللي قدام حضرتك. حاضر. كويس كده? تمام كده دكتور شكرا. طيب زي ما قلنا احنا هنتكلم عن الامن الصناعي والسلامة المهنية. الله الله الله. احنا. باش موانس اللي بيحاول يتكلم. طيب يا ريت ننظم موضوع الدخول للناس شوية لانه طبعا مش عايزة عمل ميوت للكل. يعني عايزين الموضوع يبقى مفتوح بحيث انك تشارك برضو ويبقى فيه تفاعل بس في نفس الوقت من ضيعة شوية كبير. احنا قلنا من شوية انه العمل فيه المصانع والورش. ومواقع العمل طبعا ممكن تعرض الانسان في النهاية لاصابات بليغة لو ما تمش التعامل بشكل حكيم. ولو ما تمش اتباع تعليمات السلامة والامان الخاصة بالمكان. يبقى اي مكان واي موقع انا هتعامل معاه لو انا بتعامل مع موقع خاصة باولات مثلا او بشتغل في مصنع خاص بشيء معين فيه تعليمات معينة. المفروض ان انا بلتزم بها خاصة بالسلامة والامان او السلامة والامن الصناعي. اي مكان مجهز كمصنع ليه متطلبات معينة بالاضافة طبعا لبعض المتطلبات اللي المفروض انها بتتوفر في العامل. يبقى العامل المفروض بتتوفر فيه مجموعة من المتطلبات بالاضافة ليه المكان نفسه اللي فيه العمل برضو ليه مجموعة من المتطلبات. يبقى لو انا جيت اتكلمت عن متطلبات الصحة والسلامة في اماكن العمل. اولا لمبنى لازم يبقى واسع وبيتج حرية来 الحركة. والمعدات طبعا والآلات المفروض انها تبقى مسابته في اماكن بعيدة عن الممرات تسمح للناس أنها تتحرك وما تأكشو الحرق كذلك الحال لازم يبقى المبنى فيه تهوية طبعا جيدة تسمح بتحرك الهواء وما يحصلش تجمع له الأبخرة والغازات النتجة عن بعض العمليات الصناعية لأنه في بعض العمليات الصناعية بينشؤ عنها تجمع له الغازات والدخان ممكن يأثر على العمال الموجود طبعا المكان لازم يبقى فيه مخارج للطوارئ وتبقى سلكة ما تبقاش مقفولة وفيه حاجات مخزنة فيها أو كراتين أو عربات أو حاجات وخلافه فبالتالي تبقى جاهزة لأنه في حالة الطوارئ يتم استخدامه طبعا بالإضافة لوجود الطفايات الخاصة به الحريق ونظام الإطفاء الذاتي وطبعا ده يتوقف على طبيعة المصنع والمواد اللي بيشتغل فيه بالإضافة لتوافر العلامات واللوحات الإرشادية طبعا والتحذيرية في أماكن العمل بشكل واضح عشان يبقى كل عامل عارف هو بيعمل إيه وعارف المكان اللي بيتعامل معه ووصفاته إيه بالنسبة للعامل بقى العامل أولا لازم بيتقايد بملابس العمل اللي بتطيح لقو سهونة التعامل مع العدد والتجهيزات الصناعية في نفس الوقت بيلتزم بكل بارتداء طبعا حزاء السلامة وخصة الأمان وكل الملابس الواقية اللي بتحميه وتحفظ على سلامه بالإضافة طبعا للمامه بالإرشادات ودلال السلامة الخاصة بالتعامل مع المعدات يعني لو إنسان يتعامل مثلا مع ترانسفورمر وعايز يخش يعمله صيانة عايز يخش يعمل صيانة الجنريتور فبيتعامل مع شيء معين فلازم يبقى عارف إزاي هيقدر يتعامل وعنده قواعد معينة المفروضة بينفذها ستيب باي ستيب طيب مفهوم السلامة يعني إيه بقى إيه المقصود بالسلامة المهنية السلامة المهنية هي عبارة عن علم بيسعى لحماية الإنسان من المخاطر والأدراء يبقى أول حاجة هدف أول هدف لأنه يحمل إنسان يبقى هو العلم اللي بيسعى لحماية الإنسان من المخاطر والأضرار بالإضافة طبعا لأنه بيعمل على منع الخسائر في الممتلكات طبعا الكلام ده ما هوش ثابت لأنه فيه تعريفات كتير أول اللي نقدر ننطلقها على ما يسمى بالسلامة المهنية أنا ممكن نقول كمان أنها عبارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية اللي القصد منها حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحيط أو مجموعة من الأساليب الهندسية والتنظيمية بتهدف إلى حماية الإنسان والممتلكات يبقى الهدف منها أنها بتحمل إنسان هو الممتلكات أو المعدات يبقى لما يقول إيه أهداف السلامة هلقي عندنا عدة أهداف أولا أهداف إنسانية وديه الدرجة الأولى أو دي الأساس بالنسبة لنا إننا بحاول أحافظ على حياة العامل أو الإنسان ده من الأختار المحيطة بيه وأي أثر مترطب عليها سواء كان إصابة أو وفاة لقدر الله طيب فيه عندنا أهداف اقتصادية الهدف منها أننا طبعا بحافظ أحافظ على المنشآت والمعدات طبعا بكل أشكالها بحيث أنه ما يحصلش دامج لي المعدات دي بسبب سوء التعاون معاها وبالتالي هتبقى فيه كلف اقتصادية كبير هدف صحية طبعا بتحاول تحافظ على الصحة العامة في بيئة العمل أو خارجه طبعا من عملية التلوث يعني ما يبقاش المصنع عمال بيطلع ملوثات ومفيش أي تدخل للحد منه لأن ده في نهاية يؤثر على البيئة المحيطة بالمصنع ده المبادئ الأساسية لعملية السلامة إحنا كلمنا عن تعريف السلامة وقلنا أهدافها للسلامة المهنية وقلنا أهدافها إيه طبعا عشان أحققها فيه شوية مبادئ لازم تبقى موجودة أو فيه مجموعة من المبادئ لازم تتوفر بنعدهم كده بإنهم خمس مبادئ إيه هم الخمس مبادئ ده الأول مبدأ موجود عندنا إنه يبقى فيه عندنا إدارة قوية وفاعلة دورها أو عندها القدرة على ترسيخ مفهوم السلامة بتحاول تأكد على المعنى ده وتحاول تنفزه طب المبدأ الثاني أنا بحاول أعمل تنبؤ لمصادر الخطر والإصابات أو المصادر الخطر اللي ممكن تسبب إصابات طبعا داخل العمل وبحاول أسيطر عليها قبل ما تحصل مشكلة وقبل ما يحصل إصابات نتجة عنه طبعا المبدأ الثالث كمان ليبقى فيه ضغطيط وفيه تنظيم وفيه متابعة مستمرة وفيه رقابة على الكصة دي المبدأ رقم أربعة إن أنا بحاول أن نظم جوة المؤسسة هيكل إداري مسؤول عن عملية السلامة ومسؤولياتها وصلاحياتها المبدأ الخامس إنه لو لقدر الله حصل أي خطأ لابد أن أنا بعمله تحليل وببدأ أعرف منه سبب الخطأ ده ده إيه وبحاول أعالجه بحيث أنه ما يتكررش مرة تانية يبقى دي مبادئ أساسية المفروض إن أنا بحاول أرسخها عشان أقدر أحقق الأهداف اللي إحنا سبق وذكرناها بالنسبة لي موضوع السلامة المهنية طيب أهمية السلامة داخل أماكن العمل إحنا قلنا أهمية السلامة لسه إلي من شوية إنها بتحمي المقاومات البشرية يعني بتحمي للعامل وده طبعا بالنسبة لأنه يعتبر شيء مهم جدا لأن العمالة المضربة ده صعب إنك توفرها أو صعب إنك تبدأ تكرارها مرة تانية بتحاول تحميه طبعا من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية اللي ممكن تنشأ بسبب عدم اتباع قواعد السلامة طبعا بتحافظ على مقاومات الإنتاج من آلات ومعودات وخلافه من التلف بتحاول تحافظ على بيئة آمنة طبعا خاصة بالعاملين وفي نفس الوقت العامل بيحس بيه الطمأنينة وبيحس بيه اهتمام المؤسسة به وبالتالي طبعا لو هو بيشتغل في مكان ومعرض للخطر بأنه بتعامل مع معدات المعدات دي ممكن تؤثر على حياته هيبقى بيحاول يخدم المؤسسة بشكل كويس جدا لأنه عارف ومطمئن أن المؤسسة حريصة على حياته طيب المخاطر اللي ممكن تقابلنا داخل أماكن العمل إحنا عندنا مخاطر كتير قوي طبعا زي ما قلنا مين اللي هنتكلم عن المخاطر الكهربائي وهنبدأ نتكلم عنها بالتفصيل وهنبدأ نتكلم عن كيفية الحد منها ولكن عموما لو بنتكلم على المخاطر اللي ممكن تقابل أي عامل إحنا أصلنا في المخاطر دي لمخاطر عدة مخاطر ميكانيكية وفيه مخاطر كهربية وفيه عندنا مخاطر متعلقة بالأمور الطبيعية يعني وفيه مخاطر صحية فيك حال كتير قوي مخاطر ميكانيكية زي إيه مثلا زي سقوط الأشخاص يعني ممكن يبقى شخص شغال في مكان مرتفع في موقع عمل معين في مكان مرتفع ويحصل له سقوط لقدر الله أو يحصل له انزلاق وهو موجود على صف الأرض بس في بيئة معينة فيبدأ يحصل له انزلاق فيبدأ يحصل له لقدر الله كسر أو ممكن حياته تؤثر أو أنه ممكن تسقط أجسام صلبة أو تقيلة على جسم العامل وتصطدم بيه أو أنه يحصل مثلا تطير لبعض الرائش في الموقع فبالتالي طبعا الكلام ده يؤثر على الجلد أو يؤثر على العين ويؤدي إلى حدوث إصابات أو جروح قطعية أو الماشي مثلا على الأجسام المدببة لو أنا بتكلم مثلا على موقع خاص به المأولات وخلافه وهتلاقي نفسك بتتعامل في موقع ممكن تبقى معارض لأنك تدوس على أي مصامير أو تدوس على أي آلات حادة فبالتالي ممكن ده يؤثر عليك بشكل كبير أو لو أنت بتعمل صيانة للمكينة معينة ممكن يحصل انحشار للجسم نفسه داخل المكينة دي فبالتالي طبعا يبقى فيه خطورة ميكانيكية على جسم الإنسان طيب دي المخاطر الميكانيكية مخاطر الكهربية ودي من أسماء الشقين مخاطر على الإنسان وده الشق الأول بأنه الإنسان يتعرض لصدمة كهربية أو صاقة كهربية هنبدأ نتكلم بعد كده عن الصدمة الكهربية والصاقة الكهربية بالتفصيل ونقول إيه المقصود بيهم ودول بينشاؤه إزاي وإزاي هنحاول نمنعهم طيب يبقى فيه مخاطر على الإنسان نفسه طيب وإيه تاني؟ فيه مخاطر تانية موجودة فيه مخاطر تانية على المنشآت برضو بنعتبرها مخاطر كهربائي خلاص طيب إيه المخاطر الخاصة بالإنسان نقولنا دي بتانشأ عن تعرض الإنسان لصدمة كهربية أو صاقة كهربية وده خطورتها على الإنسان بتتوقف على عدة عوامل يبقى الإنسان لو تعرض للصاقة الكهربية شدة الصدمة اللي هتأثر بيها بتتوقف على عوامل كتير قوي أهمها أنها بتتوقف على كمية الطيار المر في جسم الإنسان يعني خلينا نسأل سؤال لو أنا عندي دائرة كهربية معينة هنضرب مثلا بسيطة أقول مثلا أنه عندنا لامب عندنا صبلاي صبلاي ده أنا بغز منه لود اللود عباره عن لامب فبالتالي لو أنا بتكلم على الصبلاي ده هلا يطالع منه كابل خاص باللين واصل باللين رايح لللود وبعدين الكابل تاني يراجع من اللامبة أو من اللود راجع تاني للصبلاي طير الكهربية بيبدأ يمر من اللاين لللود ويرجع تاني للصبلاي عن طريق النيوترال يبقى عندي دائرة كهربية مغلاقة تتمثل في مصدر وحمل عباره عن لامب مثلا وكابلين واحد رايح وواحد راجع خلاص وممكن يبقى فيه سويتش عشان أقدر أتحكم في اللود ده لو أنا جيت لمست الكابل اللي رايح من الصبلاي لللود هل هتعرض للصعق؟ طيب لو أنا قررت نفس الكلام وعملته ولمست الكابل الراجع من اللود للصبلاي هل برضو هتعرض للصعق؟ ولا لا؟ ده السؤال بسيط قوي سمعيني يا شباب ولا مش سمعيني؟ سمعينك يا دكتور سمعينك يا دكتور طيب سمعينك يا دكتور طيب يبقى دلوقتي لو أنا جيت لمست الكابل الرايح أو الكابل الراجع أيهما فيه خطورة على الإنسان ولا الاتنين بيحملوا نفس الخطورة؟ أولاً اللي رايح يا دكتور طيب يعني الشيء لا نفس الكارنت يعني لو أنا قست الطيار في الخط اللي رايح وطلع مثلاً واحد أمبير وقسته في اللي راجع هلاقي برضو واحد أمبير يبقى الكارنت اللي معرف الخط اللي جاي من الصبلاي لللود هو نفس الكارنت اللي راجع من اللود للصبلاي طيب زي ما أنت قلت من شوية يا باش مهندس أو زي ما أحد الزملاء من عندكم تفضلوا بيقول إنه اللي رايح من الصبلاي لللود هو الأكثر خطور هو ده اللي لو أنا لمستها الكارنت لو لمست الخط الراجع مش هكارنت يبقى الكلام اللي بيقوله ده خلال كلام منطقي وده بيؤكد إنه الطيار المار جوه البايرة مالوش تأثير خالص على عملية تعرض الإنسان للصدمة القهربية أو الصعق القهربية ليه؟ لأنه زي ما قلنا الخطين شالين نفس الطيار فلو كان الطيار هو المشكلة يبقى المفروض تأثير الصدمة القهربية لو أنا لمست الخط اللي رايح يبقى زيه زي الوضع لو أنا لمست الخط الراجع طيب يبقى من هنا لو إحنا سألنا سؤال قلنا إيه اللي ممكن يخلي الإنسان يتكهرب هل الكارنت ولا الغولتج؟ أولا مش الكارنت لأن الخطين زي ما قلنا ليهم شايلين نفس الطيار لكن المشكلة الكبيرة قوي أو اللي ممكن يكهرب الإنسان هو الطيار الناتج عن جهد التماس اللي الإنسان ممكن يمسه يعني مش الطيار اللي مره جوه الدائر الخاصة باللود يعني اللود مثلا زي ما قلنا كان بيسحب من الصابلاي واحد أمبير وبيرجع تاني للصابلاي بواحد أمبير الطيار اللي ماشي ده مفيش مشكلة خالص لكن اللي ممكن ينصر على الإنسان طيار تاني هيبدأ يمر في جسم الإنسان الطيار ده هيتوقف على مقاومة جسم الإنسان والجهد اللي الإنسان هيلمسه فالإنسان لو لمس الجهد اللي جاي من الصابلاي رايح لللود أو اللمس اللاين يعني فبالتالي بتعرض لمتين وعشرين فولت المتين وعشرين فولت ده اللي أنا أسمتهم على مقاومة جسم الإنسان أقدر أعرف الطيار النار وبالتالي الطيار ده هيبقى ليه تأثير على جسم الإنسان خطير لو أنا أعملت العكس ولمست الخط اللي راجع فالخط اللي راجع أو النيوترال ده جهده زيرو أي نعم هو شائل نفس الطيار بس جهده صفر صفر هو ما اعتبرش صفر قوي تمام؟ لكن هو يعتبر يكاد يكون صفر لو هنتكلم على بلانسي دلود فهنقول إنه صفر فبالتالي الجهد ده في النهاية مش هيمرر طيار جوة جسم الإنسان مهما كانت مقاومة جسم الإنسان أليه يبقى لو نتكلم بقى مرة تانية على مخاطر الكهرباء أو تعرض الإنسان للصدمة الكهربية والصاق الكهربية قلنا المخاطر دي هتتوقف على عدة عوامل أول حادة هتتوقف على مين؟ على كمية الطيار أنا طيار؟ الطيار المر جوة الدائرة؟ الإنسان لمسها لا أم ما الأني طيار؟ ده الطيار المر جوة جسم الإنسان طيب وده هتوقف على مقامة جسم الإنسان والجهد للإنسان لمسه لمست لاين جهده 220 هتعرض للطيار معين لمست خط جهده 24 فولت AC أو DC يبقى برضو هتعرض لتأثير بس هيبقى أقل وهكذا طيب شدة الطيار زي ما قلنا المرة هتتوقف على كود ضغط الطيار المقصوب بها فولتج يعني وهي بتتوقف على مقامة جسم الإنسان فكل ما زاد البولتج زادت شدة الطيار المرة في جسم الإنسان وطبعا كل ما زادت مقامة جسم الإنسان قال للطيار طيب يبقى ده أول عامل هيأثر فيه شدة الصدمة الكهربائية كمية الطيار اللي هيمر في جسم الإنسان طيب إيه تاني؟ حالة الجلد بالنسبة للإنسان لأن المقامة بتخالف من شخص لشخص وبتختلف من مكان لمكان جوه جسم الإنسان نفسه فالجلد كل ما كان جاف كل ما كانت المقامة كبيرة لو الجلد رط أو مبلل المقامة بتقل فالطيار بيلاقي طريق أسهل لأنه يوصل للدم أو خلايا الجسم فبالتالي تأثيره بيبقى أكثر شدة على جسم الإنسان كنا نتكلم على الكلام ده بعد كده بالتفصيل ونحط جداول ونقول شدة الطيار اللي قمتها قد كده تأثيرها عامل إزاي ونبدأ نخش فيه تفاصيل زيادة بس بمش دلوقت بعدين في مرحلة معينة طيب إيه تاني؟ من ضمن العوامل كمان اللي بتحدد شدة الصدمة الكهربية أو تعرض الإنسان للصدمة الكهربية لعضو اللي بيمر في الطيار؟ يعني إيه العضو اللي بيمر في الطيار؟ يعني الطيار ده عد من الإيد اليمين لإيد الشمال؟ يعني أنا كنت ماسك بيد اليمين لين وماسك النيوترال بيد الشمال مثلا؟ أو عد من إيد لرجل؟ أو عد من صباع لصباع؟ على حسب طبعا وضع التماس أنا ماسك أو حصل التماسي إزاي بالظبط؟ فبالتالي حيوية الجزء اللي بيمر فيه الطيار مهمة قوي يعني لو الطيار مر في أحد الأطراف مثلا من إصبع لإصبع في نفس اليد تتأثيره بسيط قوي ممكن يعمل رعشة أو حروق أو حجات بسيطة هتبع على حسب شد الطيار طبعا اللي هيمر لكن لو الطيار كان مصاره إنه بيمر بمركز الجهاز العصبي أو بالقلب مثلا أو بأي جزء حيوي في جسم الإنسان وهنتكلم بعد كده زي ما قلنا على الجزء ده بالتفصيل ده في أشد الخطورة طبعا كتأثير فالطيار ده يمكن الدراسات وجدت إنه لو طيار مقدار واحد على عشرة أمبير يعني ميت ميلي أمبير الطيار ده مميت بالنسبة لجسم الإنسان يعني لو الطيار المار جوى جسم الإنسان أو أثناء عملية الصعق دي وصل للمرحلة دي لأنه بقى ميت ميلي يعني واحد من عشرة أمبير وده قيمة صغيرة قوي تمام؟ القيمة دي كفيلة لأنها طبعا تحقق تهودي بالإنسان للموت لقدر الله طيب يبقى العضو كمان ومسار الطيار وده يمكن هنبدأ نحط رسومات بعدين توضح الكلام ده نحن ما زلنا بنتكلم على بعض البدايات وبعد كده زي ما قلنا هنبدأ ندي شوية أساسيات متعلقة بالتركبات الكهربية وبعدين بدأ نخش فيه التأثيرات بقى الخاصة بيه الصدمة أو الصعق للقهرابي بالنسبة للإنسان بشكل أكثر تفصيل طب إيه العوامل الأخرى اللي ممكن تخلي الصدمة شديدة أو مش شديدة مدة صرايان الطيار جوى الجسم فترة التلامس دي كانت قليلة ولا كبيرة لأنه كل ما كان مدة التلامس أو التعرض للطيار القهرابي كبيرة كل ما كانت الحروق هتبدأ تزيد فمقام الجسم الإنسان تقل فبالتالي الطيار هيلقي فرصة أسهل لأنه يمر الدم وخلايا الجسم فبالتالي الصدمة تبقى أكثر تأثير يبقى تكلمنا وقلنا مرة تانية العوامل المؤسرة أو اللي بتحدد شدة الصدمة قلنا كمية الطيار المر في جسم الإنسان وحالة الجلد وقلنا من شوية كمان العضو اللي هيمور فيه طيار أو مصار الطيار جوى الجسم ومدة صريان الطيار جوى الجسم بس كده لا ده إحنا عندنا الطيار القهرابي في منه أنواع فيه عندنا AC Current Alternating Current وفيه عندنا DC Current أو Direct Current DC Current ده عبر عن طيار ثابت شدة والاتجاه وده بيبقى بناشئ عن البطاريات لو أنا بتعامل مع بطارية ممكن أتعرض للطيار اللي من النوع ده أو بتعامل مع بعض أنواع المولدات زي الديس الجنريتور مثلا إنما باقي المصادر الأخرى في الغالب الطيار الناشئ عنها بيبقى AC يعني لو بتعامل أنا مع أي مخرج كهرابي موجود عندي في البيت فالمصدر اللي موجود عندي في البيت هو AC Alternating Current Source أو Alternating Voltage Source فبالتالي بلاقي الطيار هنا متغير الشدة ومتغير الاتجاه تأثير الطيار المستمر بيبقى أقل شوية من تأثير الطيار المتغير وده شيء معملي يعني تم تجربته فبنلاقي أن الطيار المستمر أو DC Current بيبقى أقل شوية من الطيار المتغير الشدة والاتجاه أو AC كذلك بالنسبة للAC Current مش كله لنفس الشد ده الموضوع بيفرق على حسب الفريكونسي إحنا عارفين طبعا أن الطيار المتغير ده بيعكس اتجاهه وبيغير من قيمته كل شوية فبيمر عندي عدد معين من Cycles خلال فترة زمنية معين عدد Cycles في الثانية الوحدة ده بنقول علي التردد بالنسبة للطيار التردد اللي احنا شغالين علينا في مصر كم هرتز؟ خمسين هرتز خمسين هرتز خمسين هرتز بس طبعا إحنا عندنا بعض الأحمال بعض المحركات مثلا ممكن أشغالها على ما يسمى بالVSD Variable Frequency Driver بيبقى درايفر ياخد الخمسين هرتز من الصبلاي ويغيرهم يقللهم مثلا عشان أدلت حكم في سرعة المحرك مثلا على سبيل المثال في عندنا بعض الدوائر الإلكترونية الأخرى ممكن تغير للتردد وتزوده فالتردد السابت اللي أنا باخده من المصدر بشكل مباشر وخمسين لكن ممكن أهتعامل مع ترددات مختلفة لو أنا بتعامل مع Power Electronic Circuit عشان أحاق هدف معين زي ما أنا زي ما أجي أعمل مثلا سبيل كونترول وخلاف فبالتالي ممكن أتعرض لطيار بتردد خمسين أو بطيار بترددات تانية تبقى التردد ليه تأثير آه وجد أن كل ما الفريكونسي بيزيد كل ما التأثير أو الخطورة بتقل يبقى لو الفريكونسي زاد التأثير بيقل لأنه الطيار بيأخذ مصاره هنا مع الدم وبعيد عن العصاب لأن العصاب مكونة من مواد دهنية وبتبقى راضية التوصيل للكهربا شوية لكن الدم طبعا جيد التوصيل لأنه فيه نسبة من الأملاح يبقى مرة تانية اتفضل رقم ستة ممكن تعدى بس عشانها ضغبطت مني شوية مرة تانية احنا هنا رقم ستة دي بتتكلم عن AC Current اللي هو الطيار المتردد الطيار المتردد ده عبر عن طيار بيغير مقداره وبيغير اتجاهه خلاص وده بينشأ عن بعض المولدات اشهر المولدات اللي بتديني الطيار لمن نوع ده بنقول عليها Synchronous Generator مولدات تزامنية وده المولدات اللي كل محطات الكهرباء في العالم بتعتمد عليها في التوليد يعني نقدر نقول 99% من الطاقة الكهربية اللي بيتم توليدها في العالم بتتم عن طريق Synchronous Generators دي عشان كده بنلاقي المصدر اللي موجود عندنا في البيت واللي بنتعامل معاه دايما هو الAC لانه ده ناشئ عن مولد زي ما قلنا تزامني طيب الطيار ده زي ما قلنا تردده كام تردده عندنا هنا في مصر تردد الشبكة عندنا هنا في مصر 50 هيرتز احنا بنعمل Synchronization للمولدات بحيث انها تشتغل وتديني جهد معين ثابت وتردد ثابت وبنتحكم فيها بشتى الطرق عشان نحفز على الشبكة بحيث ان يبقى ليها constant voltage constant frequency بيبقى لها جهد ثابت وليها تردد ثابت التردد الثابت عندنا 50 هيرتز طيب التردد ده 50 هيرتز ده دايما هتعامل معاه اه انا لو هتعامل مع المصدر بشكل مباشر هتعامل معاه لكن احيانا بنضطر لان احنا نغيره نقلله او نزوده امتا قلنا من شوية عندنا بعض المحركات الكهربية هتقابلنا بعد كده زي الاندكشن موترز مثلا دي محركات شائعة لاستخدام المحركات دي عشان اتحكم في سرعتها يعني عايز اتحكم في سرعة بامب مثلا او اتحكم في سرعة فانة ومروحة بيدورها المحرك ده فبالتالي هعمل ايه هغير التردد اللي داخل المحرك فبضطر غير التردد وعن طريق انا بحط كونفيرتر في الاول الكونفيرتر ده بنقول عليه VSD Variable Speed Drive او بيقولوا عليه بعض الناس بتقول عليه VFD Variable Frequency Drive بيبعونا عن درايفر دورهم يغير التردد بشكل معين فالتردد لما يتغير للمحرك السرعة يحصل لها ايه تتغير تغير التردد ده معناه ان انا ممكن اتعرض لصدمة كهربية بتردد مختلف عن الخمسين عن الخمسين هيرتز اللي انا ممكن اتعامل مع الصبلاي بشكل مباشر وتبقى زي ما قلنا او يبقى تردد خمسين هيرتز في الحالة دي تأثير طيار تردده خمسين هيبقى زي تأثير طيار تردده عشرين لا او لكل ما التردد زاد كل ما الخطورة بيحصلها ايه بتبدأ تقل لانه مصار الطيار بيختلف مصار الطيار مع الزيادة تردد بيبدأ يلجأ للدم بسبب زيادة الاملاح طبعا الاملاح اللي بتخلي الدم زي ما قلنا جايد التوصيل لكن العصاب شوية بتبقى مواد دهنية اللي هي مقاومة اعلى فبالتالي ايه تعاملوا معها بيبقى أقل شوية يبقى تاني قلنا المخاطر الكهربائية ودي ممكن خدنا فيها وقت زيادة قوي احنا المخاطر زي ما قلنا الميكانيكية عدناها بسرعة لكن الحاجات الأساسية بالنسبة لنا هنبدأ نستفيد في الكلام ده بعد كده بالتفصيل وهنبدأ نديك أساسيات الكلام مرة تانية قلنا المخاطر اللي بتنشأ على الإنسان نتيجة الصدمة الكهربائية بتتوقف على عدة أمور أولا بتتوقف على كمية الطيار أنا طيار طيار اللود اللي الإنسان لمسه قلنا لا ده الطيار اللي مر جوا جسم الإنسان يعني اللود واخد واحد أمبير لكن الإنسان لما لمس منطقة معينة جوا الدائر القهربية مر في طيار خمسين ملي يبقى الخمسين ملي هما دول اللي هيأثروا في جسم الإنسان مش الواحد أمبير النشأ لقى الواحد أمبير ده رايح لللود خلاص قلنا طبعا كمية الطيار مر في جسم الإنسان وده متوقف على مقاومة الجسم قلنا حالة الجلد وقلنا بتفرق طبعا كلمنا كمان عن مصار الطيار جوا الجسم وده هيفرق على حسب العضو الطيار هيمر منين لفين وقلنا الطيار المتغير أو الإيسي كارنت اللي شديته واحد من عشرة أمبير أو ميت ميلي زي ما قلنا ده بيعتبر تأثير مميط طيب قلنا من ضمن العمل كمان مودة سراين الطيار في الجسم فكل ما كانت المدة طويلة كل ما كانت تأثير شديد لأنه طبعا زي ما قلنا هتبقى فيه حروق والمقاومة هتبدأ تقل مع مرور الوقت فالطيار يزيد أكتر فبالتالي يبدأ يحصل تأثير أكثر خطور تكلمنا كمان عن نوع الطيار المر في الجسم قلنا فيه عندنا إيسي وديسي قلنا الأكثر خطورة إيسي وبعدين تكلمنا بالنسبة للإيسي قلنا بالنسبة للإيسي الأكثر خطورة أنه التردد يقل كل ما التردد ذات كل ما الخطورة قلت طيب كل العامل اللي ناشتناها دي كانت بتتكلم عن تأثير الطيار الكهربية والصدمة الكهربية على جسم الإنسان طبعا هو إحنا فيه عندنا تأثير تاني أو فيه عندنا تأثير للصدمة الكهربية والطيار الكهربية على المنشآت ودي بنسمحه كتير قوي يقول لك حريق حصل نتيجة لأنه فيه ماس مثلا فبالتالي فيه عندنا مشكلة كبيرة في المقطة دي إنه بيبقى فيه مخاطر موجودة على المنشآت يتسبب فيها الطيار الكهربية فبالتالي مهم جدا إن أنا أتعامل مع الأجهزة الكهربية بقواعد معينة وإحتياطات وقاية معينة تمنع الحوادث دي يعني ما يحصلش مثلا ما يكونش بتعامل مع دائرة كهربية والدائرة دي overloaded تسحب طيار أكتر من اللازم وأنا أعمل لها تصميم بحيث أنها تتحمل طيار معين وهي بتسحب أكتر منه فبالتالي هيحصل إيه هيبدأ يحصل ارتفاع في درجة حرارة المواصلات الكهربية فبالتالي ممكن لو فيه مادة قابلة للاشتعال وريبة ممكن يبدأ يحصل حريق أو يحصل انفجار طيب لو أنا بتعامل مع دائرة كهربية ودائرة الكهربية دي فيها مجموعة من المواصلات والمواصلات دي مربوطة بشكل معين وفيه بات كونتكت الربط مش جيد فبالتالي هيبقى فيه شوية شارز كده فيه شوية شارز كهرابي الشارز الكهرابي ده أو الشرر الكهرابي ده يعمل إيه لو بيئت العمل فيها شوية غازات مشكلة كبيرة جدا ففيه حاجات مهمة جدا لازم تراع لأنها تأثر زي ما قلنا على حياة الإنسان وتأثر على المنشآت وعلى المعدات بشكل كبير دي المخاطر الكهربائي فيه مخاطر كيميائية برضو ودي طبعا لو بتعامل لو بشتغل في مصنع معين بيصنع بعض المواد الكيموية فأنا ممكن أبقى موانس كهرباء موجود في مصنع المصانع دي فمهم جدا برضو أن أنا أخد بالي لأنه أنا في الأساس حياتي هي الأهم من أي شيء تاني يعني للأسف بنحزن جدا لما نلاقي الشباب لسه متخرجين وبتعاملوا مع بعض المصانع وممكن لقدر الله خطأ بسيط يودي بحياتهم فده شيء مؤسف المخاطر الكيميائية بتنقسم إلى مخاطر نشأة عن اتصال المواد السائلة الكيميائية طبعا بجسم الإنسان إنه يكون بيتم تدامل ببعض المواد الكيميائية يدويا بيتم حملها أو خلطها فبالتالي يبقى فيه التهاب أو تقدر تنفذ لجسم الإنسان أو أنها تنسكب طبعا على بعض أجزاء الجسم فبالتالي فيه تعليمات معينة في بيئة العمل دي لابد من اتباع أو ممكن تتطير المواد دي على هيئة رزاص طبعا يأثر على الوجه ويأثر على اليدين والعينين طبعا طيب وممكن زي ما قلت إنه جو العمل نفسه يبقى ملووز بالمادة الكيميائية دي على هيئة أتربة أو أبخرة وده بيحصل كتير لو أنت مثلا في مصنع خاص بالأسمنت أو خاص بالنشادر مثلا أو السلفة تلاقي فيه عندك أبخرة وفيه أتربة وفيه أتربة ده طبعا بتأثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي بشكل كبير جدا يمكن المصاني دي غالبا الدول المتحدرة بترفض وجودها عندها خشية على حياة العمال فإحنا طبعا لابد مني نتعامل مع الحاجات دي لازم إن أنا ألتزم بقواعد السلامة عشان أحمي نفسي بالأساس طبعا الأتربة والغازات المنباعثة دي هتبدأ تؤدي لحدوث الاتهابات لأغشية المخطية وطبعا هتبدأ تأثر على الرئة بشكل كبير جدا ومع مرور الوقت وبالإضافة لتأثيرها على الجلد فبالتالي طبعا لابد من الحماية منها بشتى الطرق فيه عندنا مخاطر طبيعية زي مثلا الحرارة أو البرودة ودي برتبة تبقية العمل إن أنا موجود في مكان المكان ده فيه عمليات احتراق وتسخين فبالتالي هي بفرتفة على درجة الحرارة دي ممكن تؤثر زي ما قلنا على العين تؤدي لحدوث بعض الاتهابات في القرانية أو شبكة العين وخلاف صفات هذه نقدر نتعامل معها الأمور الطبيعية دي سهلة إن إحنا نحاول نقدر نتعامل معها وبرضو فيه رولز خاصة به التعامل معها من ضمن الحاجات كمان للضوضاء لو أنا بشتغل في مكان فيه ضوضاء في مجموعة من معدات الوقاية اللي المفروض أن أستخدمها والمفروض طبعا فيه عندنا كود بيحدد لنا النسب التعرض للضوضاء والمدة بتاعتها قد إيه يعني لو أنا هشتغل وأتعرض للضوضاء لمدة 8 ساعات يبقى المفروض أنه المنسوب بتاع الصوت ما يزيدش عن حد معين أو استوى الصوت ما يزيدش عن حد معين فيه جداول خاصة بالكلام ده وفيه معدات خاصة بالوقاية ممكن هنقشها في جزء من المقارب وبرضو من ضمنها الأمطار والرياح وخلاف المخاطر الصحية أنه المقصود بيها صحة الإنسان وأنه يبقى الإنسان نفسه صحته جيدة وده طبعا شيء مهم لابد من عمل اختبارات للعمالة بشكل متكرر لحفاظ على حياة الإنسان نفسه آخر جزئية المقصود بيها المخاطر الشخصية وده نقص بيها دراسة العامل النفسية للعامل لأنه في بعض الأحيان ممكن تلاحظ في موقع معينة عندك عامل العامل ده بيوصب كتير قوي دون باقي العمالة وده ممكن يبقى ناتجة عن شيء نفسي إنه الإنسان ده سيكولوجيا مش مضابط فبالتالي طبعا يبقى عنده عدم اهتمام أو يبقى عنده بعض السراحان فممكن يخليها تعرض لبعض المخاطر اللي ممكن تأثر على حياته فمهم جدا أنك تكون بتتابع الناس أو على الأقل تتابع نفسك لو أنت موجود في الموقع بحيث أن أنت ما تعرضش لقدر الله أنت للمشكلة دي خلاص دي المخاطر اللي ممكن يتعرض للإنسان يعني لو حبينا نجيزها كده بشكل سريع وأنه فيه مخاطر كهربية خاصة بالتماس بالتوترات المختلفة وأنه فيه عندنا مخاطر خاصة به مخاطر خاصة به كأنه فيه مخاطر خاصة بالسكوت ودعيح ما سنفنوها إلينا مخاطر ميكانيكية وفيه مخاطر كما قلنا خاصة به الحوادث خاصة بالآليات وخلافه أن يحصل تصادمة بالرفع مثلا مع خطوط تماس كهرائي بالشكل اللي موجوده قدامنا دي كلها أخطار ممكن تبقى زي ما قلنا إصابات نتجة عن التعارض مثلا لبعض المواد الكيموية إصابات تنفسية بعض الأمراض المهنية المهنية يمكن فيه فرع من فروع الطب اسمه طب الصناعات يمكن بعض الأطباء متخصصين في الكلام ده لأن كل مهنة لها أمراض معينة فبالتالي هم بيبقوا ملنين بالكلام ده وعارفين القصة دي ومن خلالهم بيتم صياغة بعض الكتيبات اللي من خلالها بيتم الحفاظ على حيات العمال طيب أخطار الآلات والمعدات إحنا قلنا فيها عندنا آلات ومعدات دوية كتير جدا بنستخدمها وبتقابلنا كتير قوي في معظم الصناعات التعامل مع الآلات دي بشكل غلط ممكن يؤدي لحدوث إصابات بشكل كبير جدا زي إيه مثلا زي ننا استعمل آلة في أو عدة غير مناسبة للعمل يعني واحد يستخدم مبرض مثلا عشان يستخدمه كرفع أو عايز يستخدم آجنة يفك بها صواميل مثلا أو يستخدم سكين كما فك استخدام الآلة في غير موضحة أو آلة غير مناسبة ده في حد ذاته يعرض للإنسان والخطور أو إن أنا استخدم عدة ألف أصلا يعني آجنة مثلا الرأس اللي بتاعها مفلطح أو باستخدم مطرقة بحاول أضرب بيها واليد بتاعتها غير ثبتة أو باستخدم منشار عشان قطع بيه وسلاحه غير مؤمن عشان كده مهم جدا لما بجأت عامل مع آلة قطع إن أنا أصمم دائرة التحكم بحيث إن أنا أحمل عامل يعني عندي مثلا واحد شغال على منشار كهرابي مهم جدا إن أنا أخلي العامل ده إيدي تبقى موجودة في مكان معين لأن لو لقدر الله سرح أو سيهي ممكن وهو دايس ومشغل الآلة ممكن إيده التانية تروح على سلاح المنشار عشان كده الآلة دي بدايما بنصممها أو بنراعي في دوار التحكم بتاعتها إنها لما تيجي تشتغل لازم الإنسان يشغلها بإيدي الاثنين يعني لازم يدوس بإيده الأولانية على مفتاح موجود في مكان معين وإيده التانية على مفتاح موجود في مكان آخر لو شل إيد منهم تفصل بحيث إن أنا بقى ضامن طول الوقت وهي شغالة إنه ديلي اتنين موجودين في المكان اللي أنا عايزه عشان ما يتعرضش الخطر كلام ده طبعا بيتم التعامل معه وتصميم دواير الكنترول الخاصة بيه بسهول زي ما قلنا لو أنا استخدمت أي عدة بشكل غير صحيح الكلام ده ممكن يعرض الإنسان للخطر بشكل كبير جدا كذلك وضع العدة لو أنا بحط عدة في مكان غير مأمون ممكن تسقط على حد ممكن طبعا تبدأ تأثر بشكل ما على العامل اللي موجود فدي أمور مهمة جدا لازم ألفت نظر العامل لها لأنها بقى مسؤول أنا أنت في موقع أنت مسؤول عن العمال اللي معك لو لا قدر لا حد منهم تعرض لأذى أنت في النهاية مسؤول مسؤولية شخصية عن كل عامل موجود معك البشوانس اللي بيتكلم اتفضل انت بحقيني قريبا تطع المايك فوقات يا دكتور اسلام سلاح عبد الحميد اتفضل المايك الصوت أنا مش سمع كويس يا مش مالك اسلام تمام 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 معنا يا شباب دلالي لوحات الشادية قلنا لو أنا بركب أي أجهزة كهربية زي المحولات مثلا زي لوحات التوزيع الامي دي بي مثلا لوحات توزيع الرئيسية أو بركب سلسة بيكرز أو محركات أو أي معدات كهربية مهم جدا أنا أحطها في مكان ما يحصلش فيه تماث ما بينها وما بين الأفراد اللي موجودين فيه المكان ده فبتبقى دايما الأماكن دي مصممة بحيث أنه نقطة الاتصال أو الكابلات تبقى ماشية جوه مجاري خاصة ميبقاش فيه تماث معاها لسهولة عملية المراقبة في نفس الوقت بتحاط المعدات دي بحواجز ولوحات إرشادية عشان تمنع أي شخص من التعامل معاها وما يقربش منها غير الشخص المتخصص اللي عارف إزاي يقدر يتعامل مع الكويب منت دي يعني مش أي حد يقدر 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 من ترانسفورمر مثلا فدايما بيبقى موجود في مكان وفيه لوحات إرشادية وفيه علامات تحذرية خاصة بالقصة دي لوحات الإرشادية طبعا بتبقى مصنوعة من هيكل خشبية أو معدنية ومعزولة وغير قبيلة للحريق وفي نفس الوقت عليها تنبيهات معينة المفروض إن الإنسان بيلتزم بيه المفروض إن اللوحات الإرشادية دي طبعا زي ما قلنا في بعض الأحيان بتبقى مزودة بنظام إضاءة أوتوماتيك عشان خاطر يمكن الإنسان من الانتباه في أوقات معينة لوحات الإرشادية طبعا بتختلف على حصل طبيعة العمل في لوحات الإرشادية بتشير إلى عملية التركيب لو أنا بركب حاجة لسه جيدة في لوحات إرشادية تبقى موجودة داخل المنشأة نفسها في أماكن مختلفة لوحات إرشادية بتشير لي إنه في عمليات صيانة معينة لو أنا بقى عمل صيانة على معدة معينة فتحط لوحة إرشادية بالكلام ده لوحات تحذيرية طبعا لو في عندنا أسلاك مكشوفة أو في لوحات توزيع أو محطات كهربية الجود بتاعها عالي تمام لو بكتعامل مع آلات متحركة زي الروافع والأوناش والكلام ده فيه لوحات تحذيرية برضو ده يمكن بعض الأشكال منها المفروض إن أنا بطلع عليها بحيث إن أنا لما تقابلني بعد كده أبعارف دي خاصة باي دي اللي اطلاع فقط هنبدأ نقف هنا هنكتفي بهذا القدر وهنقف هنا كده المرة الجاة هنبدأ نستكمل ونتكلم عن دور الإدارة في الأمن الصناعي ودورك إنت كمهندس إيه داخل المهندس دكتر ولا شابتر كامل أمي؟ ولا شابتر كامل؟ ده كل شابتر كامل أمي؟ لا مش شابتر إحنا 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 زي ما قلت لك مش هنقسم الموضوعات لشابتر إحنا عندنا زي ما قلنا في المرجع اللي كان موجود يتكلم عن موضوعات مختلفة وهو مش مقسمة للفصول خلاص؟ فإنت في النهاية هتبقى ملزم بالمحاضرة إحنا تقريباً يعتبر كده خدنا كامل حوالي تقريباً عشرين سلايد أو خمسة عشرين سلايد الشوية اللي في الأول اللي هم العشر سلايد الأولين دول كانوا بيتكلموا على زي ما قلنا المراجع وبيتكلموا على تقييم المادة والحاجات اللي هي العامة اللي ملاش معانا دي لكن تقريباً أنت يعتبر اللي أخدته خوالي عشرين سلايد اللي هم يعتبروا في بداية الموضوع أو دول دي المحاضرة رقم واحد في أي استفسات طيب يا دكتور العشرين سلايد دي حفظ؟ نعم العشرين سلايد زي اللي حضرتك شرحتهم حفظ كاملين؟ إحنا مش هدفنا بتحفظ أنا مش لازم مش لازم تكتب لي الكلام زي ما هو موجود خلاص؟ يا دكتور العشرين سلايد زي اللي عشرين سلايد زي في المحاضرة أنت مش بالضرورة يبقى بنفس الصياء تمام يا معرفة أنا في مباس وجماح من عندنا مش سامع الصوت بالنسبة لك تقول لحضرتك لو أنا عندي عشرين عشرين سلايد زي في المحاضرة فأظن كده هيبقى كتير أن أنا أعرف أجماحهم أثناء من التيرم أو فاينال لا الموضوع مش صعب أخد بالك الصلايد اللي واحدة من دول سواني يا بشوانس الصلايد اللي واحدة من دول الجزء اللي موجود فيها ما يمثلش نص صفحة في مارجع مثلا لأن احنا بنضطر نعرض لك الجزء ونقبله عشان ساعتك تشوفه ومعظمهم عبارة عن صور خلاص فالموضوع مش مش صعب أبنا لأنه لو ببص في مارجع لو شافتر في مارجع خمسين ورقة ممكن أعمله مثلا بتاعتها مية سلايد أو مية وخمسين سلايد عشان كل جزئية ساعتك تعرف تاخدها بالتفسيح وتقدر تشوفها طبا طبا المادة تيجي اسئلتها كدسكسك وكده يعني دكتور ولا لا؟ هيبقى فيها بعض الاسئلة زي ما قلنا اللي ممكن تبقى صح وغلط مثلا او فيها عندنا بعض اللي ممكن يبقى فيه جزء MCQ وممكن يبقى فيه جزء برضو زي كده مثلا أنا اسألك سؤال قصير كده واتجاوبه بشكل سريع لو سمحتوا يا دكتور حدقتنا بس حاجة في المادة هي المفروض ان المادة دي معمولة علشان الأمان بتاعنا يعني بعد التخرج لما تيجي تشتغل في أي مصنع أو تيجي تشتغل في أي حاجة زي كده صح؟ ليك انت وللعمال اللي هتبقى معاك لانك هتبقى مسؤول عنه تمام تمام بس المادة ما هياش اللي هو الحفظ اللي هو الإجبار اللي هو أصيحنا مش هنسمع انا قلنا انا قلت لك من شوية يا ابني انا قلت لك انا مش عايزك تحفظ انا عايزك تقرأ الكلام وتفهم وتصوه باسلوبك تمام كم فيه سؤال تاني بس انا كنت عايز تسأل على اللي هو الدخان اللي بيطلع من البلازمة لما بتيجي تقطع حديد الدخان ده برضو بيبقى له نسبة ضرر كبيرة ولا حاجة بسيطة الدخان الناشع عن ايه مش سمع؟ البلازمة البلازمة اللي بتقطع حديد طبعا ليه نسبة خطورة؟ بس مش كبيرة صح؟ لا لا مش كبيرة او بس في النهاية انا في اي لما باجت اتعامل مع اي معدة المفروض ان انا بلتزم بي احتياطات الايمان الخاصة بي اي امان يعني المفروض بابدى اي البس الماسك الخاص بي المكان دوت وبابدى اي التزم بكل معدات الوقاية عشان ايبقى في امان ما بابدى اشترى القليل ولا كبير لانه لقدر الله ممكن ان يبقى شايفه صغير ويتحاول لشي كبير دكتورة عطا فاهم انت هنزل؟ نعم اتفاضلي بشو انس في اصايم انت هنزل يا دكتور؟ الصوت مش مسموع للأسف في اصايم انت او اي حاجة نحلم انا هتنزلها حضرتك؟ لا هو هنا مفيش اصايم انت لان الكلام اللي موجود لانه نقول لان كلام نظري سماما دكتور؟ في بعض الاحيان لما هنيجي ناخد مثلا زي ما قلت لك هنيدي جزء متعلق بالتركبات مثلا وقول لك ازاي تقدر تعمل الحاجات دي هبدأ اديك لها الصايم يا دكتور بعد ذلك والسلايدز ده انزل عليه طبق كتاب حضرتك كتاب المادة انزل امتى ده؟ ان شاء الله هنزل لك السلايدز دي على النهاردة وهنزل لك المراجع اللي احنا قلناها على برضه يتعلق يا دكتور اول ما بقى في حاجة لها حالة هتنزل حاجات اسئلة عليها؟ نعم اول ما بقى في حاجة لها حالة هتنزل اسئلة نعم لو في اي تطبيقات هناخدها ومسائل لانو هي ده هيقابلنا في بعض الاجزاء من المقارب فهبدأ انزل لك لها الصايم خلاص وهبدأ احلي لك بعضها هنا في المحاضرة عشان برضه تبقى ملم بيه انما لما بيبقى شيء نظري نظري باحت ده ما مش محتاج الصايم منك اه مش محتاج معنا تمام يا دكتور ثانية واحدة بس استفسار كده اتفضل يا حضرت يا دكتور بقول لي بعد محاضرة مثلا هتنزل لنا سلايدز ده تمام؟ ان شاء الله انا بقى لها بعد كل محاضرة ذكرته مثلا وقررته كده وفهمته كده خلاص انا مش محتاج مثلا ولا مراجع ولا حاجة تانية؟ لا مش محتاج حاجة خالص لو انت عايز تضيف من عندك وتبص في حاجة تانية يبقى قطر خيرك مش عايز ده كفاية او خلاص تمام يعني ولا كتاب مثلا هو اللي سلايد بس هو عاب ما حاجة اذكر منه وخلاص واسمع المحاضرة بس كده خلاص كده؟ تمام زي ما قلنا احنا مش هدفنا ان احنا نصعب الدنيا عليك احنا مادة زي ما قلنا هي مادة تعتبر بسيطة مش في نفس الوقت احنا عايزين او اضيف لك شيء او تطلع منا ببعض المعلومات اللي ان شاء الله تحفظ لك حياتك وانا اتمنى للجميع ان شاء الله ان ايبقى بخير اه دكتور طب بعد ازمة دكتور معلش المادة ليك دكتور حضرتك انا ما سمعتش بس وفي كتاب هينزل المادة لا قلنا ما فيش كتاب هنأعتمد على سلايدز طب يا دكتور بعد ازمة حضرتك بس عزيزين نعرف الاسئلة اللي يعني اللي ممكن تقابلنا عشان نبقى يعرفين واخدرنا عنها فكرة او الاسئلة بتاعت الاسئلة تقدر تقدر تبص على عنوان كل سلايد وتصغ منه السؤال يعني لو رجعنا للمحاضرة احنا اتكلمنا عن تعريف السلامة ده ده ممكن يجيلك عليها التعريف تمام اتكلمنا عن اهدافها مش كده تمام اتكلمنا عن الاخطار دي دي كلها ممكن تجيلك عليها اسئلة ايه الاخطار اللي ممكن يتعرض لها الانسان او ايه ايه شكل الاخطار الميكانيكية الاخطار الكهربية شكلها عامل ازاي الصدمات الكهربية اللي اتعرض لها الانسان بتتوقف على ايه اتكلمنا عن عدة عوامل وقلنا بتأثر في الشدة الصدمة فدي كلها حاجات انت لو قرأت الكلام النظري انت نفسك تقدر تحول السؤال تقول هو ممكن يجيلي الكلام ده ازاي في علاية السؤال سهل اوت تجيبه يعني يا دكتور يوسمح ممكن ايه اه تعملنا حركة كوست تجريبي من غير درجات وكيه بحيث نفهم طبيعة الاسئلة هو انا افهم تحركك عاستقول ايه بس يعني لو يعني لو عملت كوست تجريبي اظن الكل استفادة اكتر والناس هتفهم اكتر طبيعة الاسئلة هتجي ازاي طبيعة الاسئلة دي زي ما قلنا ممكن ان حاول نيديك زي محاضرة قبل مسلا الميت تيرم ان اوضح لك فيه الكلام خلاص دلوقتي احنا بنتكلم لسه بنشرح مفيش اسئلة ولا في حاجة مش عايزين ندخل الموضوع او موضوع القلع عند الناس بحيث انها تبدأ تفكر في الامتحان دلوقتي خلاص انت اقرأ بس الاسلايدز وحاول تفهمها قبل الامتحان ان شاء الله ابدأ اقول لك ده الاسئلة ممكن تجي لك ام سي كيو ده الاسئلة ممكن تجي لك كذا ابدأ ساعتها اوضح لك وتجيك انت يخلي الموضوع بالنسبة لك بابس خلاص خلاص نلتقي على خير ان شاء الله سلام عليكم السلام عليكم دكتور السلام عليكم ايه يا ام ايه بيش مكتوبين سنية تانية لا خلاص يا ايه ايه